سوف أخبركم في الجزء الثالث من كيف يكتب argumentary in the text معكم خالد من قناة المعرفة العربية الآن في الجزء الثالث سوف أركز على تحليل القواعد وأيضا سوف أركز على تحليل القواعد وأيضا سوف أخبركم على الأشياء التي كنت أدايا منها عندما كنت أتعلم اللغة لماذا كاتب الكلمة هكذا و لماذا كاتبها بطريقة ثانية ما خطر عبالي استعمل هذه الكلمة و ما خطر عبالي استعمل الكلمة الدانية من وين جبت هذه الكلمة هذه كل الشغلات أنا دائما أتركها لآخر شي فهلأ هون نحن بعد أنه كيف الواحد يكتب argumentary in the text هلأ نحن نفوت لكيف الواحد يكتب هذا النص يبني من الصفر فخلينا نبدأ طبعا بأول فيديوين لحنا أول فيديوين لأنا عملتهم حللت أنا كيف الواحد يعمل argumentary in the text والفيديو الثاني أنا كمان حللت كيف مبني هذا النص فشوفوا هدينك إذا ما بتكون التحليل القواعد هذا تحليل القواعد و كيف مكتوب النص فخلينا نبدأ هلأ هون نتطلع لحنا هلأ فوق من نلاقي العنوان العنوان أصير مثل ما كنت شايفين دائما يجب أن يكون أصير أنا هون كاتب التدخين ينبغي أن يحرم في السويد و ركزوا على قصة هون أني أنا كيف حاططها المبني المجهول أو يعني يمنع يعني يمنع بس هون هي جاية أن يمنع فشو له تأثير هذا الحكي أنا لما حطها بالمبني المجهول فأنا ما عم أقول لحده معين أنه لازم هو يلغي التدخين أنا هون بكون عم حس الكل أنه لازم يلتغى التدخين فالمبني المجهول كثير مفيد للإستخدام مثل هذه النصوص مثل الارجومنتيرن التكس لأننا بالعادة لا نقول أنه مثلا الحكومة اللي هي لازم تدخل أو الناس هي اللي لازم تبطل التدخين نحنا بشكل عام عم نقول هون مبني المجهول أنه يجب أن يمنع يحرم فهذا الشي ما يبدل من الكل أنا ما عم أقول لحد معين فبهي الطريقة أنا استخدمت هون الباسيف هاي هي ما يجب أن نحللها أكثر فهي نبدأ بالنصوص في أعلى أر إنيغا أتراك نج أي فارليغ أو الشاكر فليرا هلس وبربليم لحنا كلنا متفقين أنه التدخين هو مضر أو خطير فينا نقول ويسبب أو الشاكر يسبب عدة مشاكل صحية أعلى أخير الآن نظر هنا نرى الكاتب أنه في أعلى يعني لحنا الكل فهي جاء أعلى بأ مو بس أعلى جاء أعلى أنه أنا كاتب هون في وعدين جاء أعلى أنه لحنا إنيغا إنيغا يعني متفقين فإنيغا هون تأتي يعني هي صفة أدجكتيف هي بالعادة تأتي إنيغ يعني متفق إنيغا متفقين بعدين هون منزلنا أنه أحنا بللشنا ب بيساتس بلشنا بجملة لفرعية هنا بالأط لحنا كلنا متفقين أنه في أعلى إنيغا اط بلشنا ببيساتس بجملة لفرعية متفقين أنه قرون� تدخين أعلى، فارلغ هو مضر فارلغ يعني تعني مضر أعلى أعلى وأك و الآن أضعنا كلمة ربط مثل و ونحن نقول و تسبب عدة مشاكل صحية الآن تأخذ ات الجمع يظل نفسه و أنا قلت فليرة لأنه عديد من المشاكل الصحية أما إذا قمت فليرة و صفت ذلك والشاكر فهذا مشاكل صحية فإنه تسبب مشاكل صحية و إذا أريد أن أقول عدة فأقول فليرة الآن سأأخذ هذه الكلمة شي غريب فيها هذه الكلمة في هذه الكلمة نحن نقول مشاكل صحية هناك شيء في السويد أنه عندما نبني كلمات كيف يعني نبني كلمات يعني نضع و إذا أردت إثنين سبستنتيف مجنب بعضهم أو إثنين مجنب بعضهم يندمجوا و يصيروا كلمة واحدة إذا تعرفوا الإنجليزي بالإنجليزي لن نقوم بمترك مسافة ولكن في السويد ندمج الشغلات ببعضهم و هذه الكلمة من أين جاءة و هلسة و بروبليم هي جاءة من كلمة هلسة دعني أعلمها بالأحمر هي جاءة من كلمة هلسة و بروبليم هلسة يعني صحة بروبليم يعني مشكلة ولكننا لا يمكننا أن نترك مسافة بينهم لا يصير أن نقول في ليرا هلسة بروبليم يجب أن ندمجهم لأنه في السويد في قاعدة إنه إذا دائما فيه سبستنتيف اثنين سبستنتيف مجنب بعضهم مباشرة ف يجب أن ندمجهم سوا ف تنحزف الإنجليزي و نضع قوة وبتضل كلمة واحدة شايفين هلسة بروبليم لماذا حزفنا الإنجليزي و وضعنا قوة لأنه هون وقتها تبدأ السويدي بتدخل بعالم إنه هي لغة مبنية على مو على قواعد ف هاي الشغلة أبدأ يعني هاي الشغلة أحيانا إلا قواعد أحيانا ما إلا قواعد بس بتيشي عن طريق الخبرة باللغة بصير بالأخير فيكم تقولوها بس هاي كانت من أصعب الشغلات لما أنا بلاشت أتعلم السويدي لما أعرف أمتى أدمج الكلمتين سوا فمن هون جاي الهلسة بروبليم بعد هلا هون حطيت فاصلة فدليل إنه أنا لسه ما خلصت حكي و من بعدها مباشرة شايفين أنا حاطت من من يعني ولكن فمعظم الأحيان ما بتكون تحطوا من وتقولوا ولكن فبتحطوا قبل فاصلة لون بتكونوا لسه ما خلصتوا أنتم من الحكي لحنا كنا متفقين إنه التثخين مضر وبأي سبب عدة مشاكل صحية ولكن كذا 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 ف... يعني... في نفس هون فينا نقول ف... الجملة هاي ما لكثير طويل بعدين حطينا فاصلة مناخد نفس بعدين منكمل من تذير عرف يفوت فارم ذات فيك سامة على تطالت فربيو الددان ولكن للأسف لحنا لساعتنا مترددين إنه نحرمه بشكل كامل من هي مثل أوك أو كلمة ربط وتعني ولكن تذير... هون ليكوا كيف بلش بالجملة طبعا البندلسؤورد أو الولكن أو المن ما بتنحسب من... من الجملة هي بس عم تربط الجملة لي هاي عم تربطها بهاي الجملة بس هي ما بتنحسب من الجملة الثانية هي لحالة هاد الحكي ليش مهم؟ لانه هلأ اذا منطلع على تفير آر في احنا ما ن... تفير آر في فوت فارم ذات فيك سامة للأسف لحنا ما زلنا مترددين هاي الجملة بالعادة ما بتنكتب هيك بال... بالعادة بتنكتب بطريقة تانية خليني ورجيكم كيف تنكتب بالطريقة السهلة نفس هاي الجملة خليني نحط تحت الخط بس من بالعادة نحنا هيك بنكتب من في أر تفير فوت فارم ذات فيك سامة ومنكمل نحنا بالعادة هيك بتنكتب معنى الكلمة لحنا للأسف ما زلنا مترددين بس أنا هون بلشت بغير طريقة للاسف لحنا ما زلنا مترددين فالتفير هي هي أدفرب ساتس أدفربيال هي حال وانتو بتعرفوا من الدروسي السابقة كتير حكي عنا انه الحال فينا نحطه اذا بدنا بعض الفعل مثل هون كيف جاي هو بعض الفعل أو فينا نقيمه نحطه قبل الفعل مثل ما لحنا هلقا هنا شايفين كيف الفعل يعني يكون محطوط بنفس مكانه كل اللي عملنا انه بدلنا الفي بالتفير للاسف لحنا ما زلنا مترددين لحنا ما زلنا مترددين ف لحنا للاسف ما زلنا مترددين عفو ف هاي الطريقة انه ليش أنا خطط التفير أول شي لأنه يجب أن يشدد على كلمة الأسف على كلمة تفار يجب أن يشدد على كلمة أول جملة فهذا كل ما فعلته هنا بدلا أن أقول VR تفار كذا كذا تفار RV كذا كذا فهيك أنتم تكلمون مواضيع إيموا كلمة وضعوا كلمة عادي لا يوجد مشكلة يجربوا لذلك قلت لكم ما بتنحسب من هذه الجملة هي مجرد تربط هذه الجملة بهذه الجملة وتفار هي تعتبر رقم واحد R رقم اثنين V رقم ثلاثة أنا كل ما فعلته أني بدلت رقم ثلاثة بواحد مثل ما فعلته هنا VR تفار أتمنى أن تكون وصلتكم دعنا نحزف هذه ونكمل نحن ما زلنا مترددين أنه نحرمها بشكل كامل هون ضرورية هذه هون شايفين بيساتس بلشنا بيساتس مثل هون ما بلشنا قبل شوي بلشنا بيساتس وبعدين شفتوا أنتو هون خليني أحزفها لهذه الكلمة شوي بس خليني أضع أب الأصفر أعتبروها مانا موجودة لأسف ما زلنا مترددين أنه نحرمها فعادي اجت بيساتس بيساتس بداية جملة فرعية بعدين نضع فعل بعدين نضع الأبيكت بس لماذا أضع كلمة توتالت توتالت يعني بشكل كامل فأنا بكل بساطة بديقول أنه بشكل كامل أنه مترددين لحنا أنه حتى نحرمها للأسف لحنا ما زلنا مترددين أنه نحرمها بشكل كامل شايفين بالعربي لحنا قلنا كيف بشكل كامل بآخر الجملة بالسويدي لحنا ما فينا نعمل هيك لأون مثل ما شفتوا أنا اللي عملته هون أني حطيت بيساتس قط بعدين فورا بيأتي الأدفرب مع أنه أنا قلت لكم قبل شوي أنه الأدفرب ما بتعفوه بيأتي بعد الفعل بس مثل ما لكم شايفين هون أنا بعد البيساتس لازم يجي الأدفرب أو الثاتس أدفربيال فورا بعد قبل الفعل فوربيودة يعني يمنى إذا تكون تحطوا أي حال أو تكون تحطوا أي أدفرب ضمن بيساتس مثل ما أنا شايفين هون أدتوطال فوربيودة دين فلازم تحطوا هذا الحال أو الأدفرب مجنب قبل الفعل أما بالجملة العادية بالهوفو تساس أنتو بتحطوه بعض الفعل بعدين هون حطيت نقطة فمثل ما كنتوا شايفين هون تعتبر جملة من الواحد بيقدر يحكي لا تعتبر جملة فهذا يجب أن تركزوا عليه أنه لا تطولوا كثير الجملة وتقسموها أنا هون آسمة شايفين حطيت فاصلة بعدين حطيت نقطة نقطة يعني خلصت الجملة خلصت من هذه الفكرة نحن نبدأ بالوحدة الثانية هون أبدأ بيساتس من هو الذي يربح أكثر شيء عن طريق التدخين مع الشركات التي تصنعها؟ فأنتو متعودين هون تأتي ممكن أن تأتي بيساتس أو ممكن تأتي كلمة سؤال هون جاي كلمة سؤال لأنه أنا بعد الكلمة حطيت فورا الفعل من هو المسؤول عن كذا 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 أنا هون بلشته هم آر ديت سوم كذا 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 لو كانت بيساتس فبتعفوا لازم يجي السوبيكت أول يعني ديت لازم تأتي أول بس لأنه هاي مانا بيساتس سي سؤال أنا هون قاعد عم بسأل من هو الذي يربح أكثر شيء من التدخين مع عدد الشركات التي تصنعها؟ من هو الذي يربح أكثر شيء بالتدخين؟ مع عدد فور اوتوم يعني تعني مع عدد الشركات سوم عم ترجع على الشركات الشركات يلي عم تصنعها؟ دائما السوم بترجع على الفور رتاغن للأبيكت اللي بالجملة الماضية فسوم يعني يلي الشركات يلي عم تصنعها؟ دين مو ديت لا يوجد ديت يوجد دين لأنه أنا عم برجع على الروكنيك عم برجع على التدخين الروكنيك تاخد EN لذلك دين مصيره وكتير ضروري انه تضعوا إشارة استفهام لما يكون انتو قصدك انه تضعوا السؤال عن جد أما لو كانت مثلا بيساتس لو كانت فيم دي ار كذا كذا ما بتضعوا إشارة استفهام بتضعوا إشارة استفهام بس لما يكون فيه سؤال إشارة استفهام كأنه مثل نقطة كمان كأنه حطينا نقطة هلأ هون أنا عم قول فيمستبوريا أوكا أوبماركسامهيت أوك هيلبا مانيخور طاقوب كامبن متركنيك أنا هلأ هون عم قول إنه لازم لحنا نبلش نزيد أوكا فيمستبوريا أوكا شافين وجايك لد أفعال وربعضون لحنا لازم نبلش نزيد أوبماركسامهيت أوك هيلبا مانيخور ونساعد الناس طاقوب كامبن إنه ياخدوا اللقتال أو ياخدوا الصراع ضد التدخين فلازم لحنا نبلش نزيد التوعية ونساعد الناس ياخدوا اللقتال ضد التدخين ف شافين كيف جاي كلت أفعال وربعضة أول واحد جاي مستب بعدين جايين الاثنين البقائي بالإنفينيتيف فدائما نتبعوا على قصة بعدين هنا رابطون للجملتين أوك هيلبا مانيخور طاقوب كامبن متركنيك إذا كنتم ترون كيف جملاتي الجملاتي تبعي اني أنا بحكي شغلة بعدين بحط وحط و فهي طريقة أحسن من ما أنه انتو تكتبوا مثلا في مستبوريا أوك أوك ما نكسم هيت نقطة ونرجع نبليش من أول وجديد هيك وقتا بضيع شوية الواحد فحاولوا انه تحطوا كثير من هؤلاء كلمات الربط مثل و ولكن أوك ومن فهؤلاء يصيرون بزيد من نص لديكم بعدين أنا هنا حطيت نقطة خلصت من هاي الفكرة و رأيكم كيف هي كل هذا النص عبارة عن فكرة فكرة بعدين خلصت من الفكرة ورجع بفكرة تانية بفكرة تالتة وهايك صغيرة فأنه عملوا كل جملة بحالة تشعروا أنه كل جملة مستقلة بحالة إلى فكرة لحالة ما تخلطوا بينهم بعدين أنا هون برجات بلشت بنفس الطريقة اللي بلشت فيها نهايت هاي الفخرة أنا هون عمقول اللي احنا كلنا عم نتعذب يعني يتعذب بو جروند أوف يعني بسبب هاي كتير مني حتستعملوها بو جروند أوف يعني بسبب راكننج التدخين بعدين فاصلة وكتبت هوروفيدا مع الروكر إلر إنت سواء الواحد بدخن أو لا فهوروفيدا يعني سواء وهوروفيدا دائما بيجي خليني حطيك عشان ورجيكم هوروفيدا دائما لشدد عليها أنه دائما بيجي مع إلر يعني سواء كذا كذا أو كذا كذا كيف لحنا عنايها بالعربي سواء كذا كذا أو كذا كذا نفس الشيء بالسوادي هوروفيدا مع الروكر إلر إنت سواء الواحد بدخن أو ما بدخن كل إنه هو حدفه أو هوروفيدا مع الروكر إلر إلر liberal 47 ما في داعي نرجع نكرر حالنا لقول هورويدا مان روكر ألر مان روكر إنتا لأنه أدوات الربط أول بينجلسة أورد مثل ألر و أوك ومن فينا نعمل اختصار بهذه الطريقة لأنه ما نكرر حالنا شي بس كثير بسيط بدي لكم عليه أنه بوغروند أوف هي للشغلات السلبية نحن نتعذب بسبب التدخين بسبب بوغروند أوف بس إذا نقول شكرا لي وهي عكس بوغروند أوف نقول كلمة اسمها تاك فارا تاك فارا هي عكس بوغروند أوف تاك فارا يعني شكرا لي شكرا لي الكهرباء اللي هنلاق فينا كذا 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 شكرا لي سيارات أو الطيارات اللي نحن الأصافين نسافر أسرع فدائما نذكروا بوغروند أوف بوغروند أوفية الشغلات السلبية تاك فارا هي الشغلات الإيجابية ماشي خلصنا لأول فقرة و خلصنا من هاي الفكرة لقد ننتقل للتانية اللي هنلا نحن 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 يكلف التدخين كثير من الأموال أولا وأهما يكلف التدخين الكثير من الأموال أنا هلا هون كيفية جاي هون أخذ محل رقم واحد بعدين الفرب الفعل أخذ رقم اثنين بعدين التدخين أخذ رقم ثلاثة طبعا كان فيني أنا أقول بالعكس كان فيني أقول روغنينك كوستر فوشت أوك فريمست ميكا بانيار بس مثل العادة تلكون خلطوا شوي بالكلمات إيمو الكلمة أضعها هون هاي بس ضمن القواعد طبعا بعدين أضع أوك مثل العادة بدي طول الجملة ما بيكفي بس أكتب هاي يكلف التدخين كثير من الأموال و مت البعثت لي للدخل على بجالات المصر الت السليط للعودة والناس أن الناس واحدةً بس استعمال مستشان للدخل على بجالات المصر على بجالات المصر على بجالات المصر بنحتية وبجالات ، فمة أولا أن دخلاق على سجائر على ما انه يشتروا اكل احيانا بعدين حظيت اشارة تعجب لانه لانه هاي الحالة تطلب هذا الشي لانه انه مثلا شيء كتير غريب انه الناس تترك اكله لحتى تشتري البكات سيغاراتر فاشارة التعجب هون اعطيتها اول الجملة هون شغلة حلوة مثلا نأكد لكم عليها هاي مرة تانية انه انا لقوا هون كاتب الناس احيانا هنه مستعدين انه كان فيني انا اقول ابلانت ار مانيخور بيريدا كذا كذا فمتل ما وارجيكم احيانا فيكم تقيموا تحطوا بلو الجملة فبتقيم من التكرار بالنص طبعكم بعدين عنا يدفعوا لي فور ات باكات سيغاراتر بدلا عن استلت فور كتير جملة كلمة حلوة فيكن تستعملوا كتير يعني بدلا عن فيكن تقولوا استلت فور انه يشتروا اكل استلت فور انا اقول استلت فور بس هي استلت فور انا منقول فبدلا عن انه يشتروا اكل هلو هون انا عمقول الله سوم راكر سكولة سبارة ميكا بينيار هي انهم قدسلوا تراكع هلأ هون جملة مثل الشرطية اللي احنا منقول انه الجملة هذا الشيء ممكن يصير ممكن لا فمشان هيك حطيت سكولة انا عمل عليها هي درس بسلسلة السوادية في دقيقة الجملة الشرطية بقى مشان هيك حطيت سكولة هون فانهلأ مقول الله سوم راكر الكلي اللي بيدخنوا ممكن كتير يخزنوا اموال او مصاري خلال انه يوقفوا تدخين ينوم قط ينوم قط كمان حلوة ينوم قط يعني من خلال من خلال أن ينوم قط سلوتاروكا بعدين هلأ هون عنا جملة حلوة احنا منقول هون يمير من راكر دستو صفورة ربلير ديت قط سلوتاروكا كل ما دخن الواحد اكتر كل ما زادت صعوبة انه يترك التدخين فكيف نعبر عليها هاي بالسويدي بهاي الطريقة هاي دائما منكتبها يومير كلمة الواحد كذا يومير من راكر دستو صفورة صفورة بلير ديت اتسلوتاروكا فهي مثل حفظوه حفظوه كل ما بكم تعبروا عن هذا الشي انه كل ما بنعمل لحنا شي بتصير اصعب شغلة اصعب وشغلة بهي الطريقة بتصير اصعب مثلا منقول يومير دستو ومنحط بهي الطريقة بعدين انا حلطت فاصلة وحلطت انا بي ساتس افتشوم يعني لان افتشوم من كان بلي بيروين دي اوف نيكوتين لان الواحد فيه يصبح مؤدمن عن نيكوتين في كيف مننا نقول بيصبح مؤدمن على النيكوتين منقول بلي بيروين دي اوف يصبح مؤدمن على الشي فبلي بيروين دي اوف يصبح مؤدمن بعدين اللي نيجي للفقرة الثانية لأرغمنت نمر دفو كان هون عم قول عم بلش بي سؤال كمان فارفور فور ماني خور روكا فار سم هلست اك بو فركا الله سم انت روكر اشارة استفهم فأنا شايف هون بلشت ب فارفور فور فأجا الفعل فورا بعد فارفور فأكيد هاي يعني سؤال هذا مو بيسات فارفور ماني خور روكا فار سم هلست ليش الناس بسحل تدخين وين ما بدا فار سم هلست كمان عمل عيها درس يعني وين ما كان اذا بنا نقول انت ما كان كان فينا نقول نار سم هلست فكيف ما كان هور سم هلست وآخره وان فار سم هلست يعني كي وين ما كان اوك بوفر كا الله بوفر كا انو يضروا او يأثرو زي بنا نقول مو يضروا يأثرو كل الناس الله سم انترك هم فيه شغلتين اول واحدة انه لاحظوا اللحنا قلنا بوفر كا الله